تواصل وزارة الصحة في جد الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية التي تقوم بها وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطين والمقيمين وسلامتهم مؤكدة في الوقت ذاته أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن بل ستنفذ عبر منافذ مختلفة منها مراكز الفحص الأشخاص داخل السيارات وأيضا الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبينت أيضا أنه سيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق تطمن والمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات في جدة رصدها لنا الزميل عادل بفلح في التقرير التالي وأنت جارس في سيارتك تأتي كأكف العناية والرعاية حيث كنت فعلى مقربة من سواحل عروس البحر جدة بدأ العمل بمركز الفحص الموسع لفايروس كورونا المستجد عبر السيارات لينطلق بكل طاقته مستهدفا خمسة آلاف فحص بشكل يومي عبر اثني عشر محطة فحص تشغيرية تعمل في آن واحد فمن خلال تطبيق تطمن يمكنك حجز المواعيد للفئات التي ترغب الفحص المشتبه به لوجود أعراض القادم من السفر المخالط لحالة مصابة والمصاب بفايروس كورونا وتم إحالته للعزل أو الحجر الصحي وتجري طريقة الفحص خلال دقائق بسيطة دون الحاجة للخروج من السيارة مجرد أن شعرت ببعض الأعراض قمت بتحميل تطبيق تطمن ومن خلال التطبيق دخلت على موضوع التقييم الذاتي في تطبيق الصحة وبعض الأعراض طلبوا مني التوجه لمركز تطمن قمت بحجز مواعدين كان الموضوع هذا كله أخذ مني تقريبا أقل من دقيقتين يعني وجيت وصويت الفحص الحمد لله إن شاء الله تمام بعد يومين وما أخذ مني الموضوع أقل من دقيقتين وإن شاء الله بإذن الله أن تطلع النتيجة طيبة أنا جيت هنا والله اتفاجأت صراحة من التنظيم والترتيب ما توقعت بهذه الطريقة يعني يعني الآن أنا من يوم ما دخلت إلى خروجي الآن ومقابلتكم تقريبا أقل من ثلاث دقائق فجهود جبارة صراحة تخليني والله أشعر بالفخر تتسلط الأضواء على المرضى والمصابين ومتلقي الفحص والعناية ويبقى الأبطال الحقيقيون خلف الكواليس من الكوادر الطبية والفنية والإدارية جهود سخرتها القيادة الرشيدة في جميع المدائين للتصدي لجائحة كورونا لتتكفل بالرعاية والعناية وها نحن اليوم نشهد عودة الحياة إلى شبه طبيعتها في جميع مناطق المملكة وليسان حال كورونا يقول لا تجعلوا من إهمالكم وتغافلكم طريقا يقودكم لأن تكونوا من أتباعي نعم عدنا ولكن أرجوكم نعود بحذر لقناة المجد عاد البفلح جدة شكرا للزميل عاد البفلح على هذا التقرير الرائع والذي يوضح جهود وزارة الصحة في طريق الفحص الموسع لفايروس كورونا مع تمنيات إن شاء الله بدوام التوفيق للجميع مشاهدين الكرام إلى خبرنا تالي شكرا للجميع